السيدات والسادة إن المثاق والعهد بيننا قائمنا على الصدق والتجرد في النواية والعمل بتفانٍ والاجتهاد لأقصى قدر ممكن نبتغي وجه الله سبحانه وتعالى ونسعى لأن تكون مصر في صدارة الأمم لا نلتفت لمن يسعى لتشوي الحقائق ولا لمتربس إراقة الدماء والقتل وعلى الرغم من جسامة التحديات التي واجهناها على مدار عقدٍ من الزمان إلا أن إرادة المصريين علت عما سواها ونفذت إرادتهم وأحلامهم المشروعة في بناء دولة ديمقراطية أساسها العلم والعمل وتسعى نحو السلام والتنمية وفي سبيل تحقيق ذلك دفعت أمتنا ضريبة الدم وقدمت التضحيات الغالية وبينما كنا نواجه الإرهاب وغدره وبينما كنا نواجه الإرهاب وغدره بصدور رجالنا في الجيش والشرطة كانت سواعد أبناء مصر تشق الصخر كي يعلوا البنيان في كل ربيع الوطن في كل ربوع الوطن وتوحدة القلوب تحت ظل راية بصر ولم تفرق بين رجل وامرأة أو مسلم ومسيحي أو عامل وفلاح وخلصت النواية من أجل تحقيق النصر المبين في معركتين البقاء والبناء شكرا